أهلاً وسهلاً جميعاً اليوم أبطلع للطبيعة وباروح من لندن إلى غابة اسمها الأبينغ فورست وهي موجودة في شرق لندن بس شوي على فوق فأخذت القطار اللي هو سنترل لاين الخط اللي لونه أحمر الاندرغراوند لحد الستوب اللي اسمها لاوتن وبعدين وقفت وبدين نمشي إلى شارع الغابة وهذه الغابة في النهاية نهاية الشارع بغانا نمشي لحد ما نوصل للغابة طبعاً ما في أوراق لأن نحن في فصل الشتاء تبعوا الأسهم وتلاقون الطريق الصحيح نجيبوا معاكم حذاء تقدرون تمشون فيه في الطين لأنه زي ما تشوفون كل طين شو الغابة جميلة طبعاً لو جيتوا فصل خريص يكون أحلى لأن الأوراق تكون جميع الألوان أو بداية فصل الربيع لما كل شيء يصبح أخضر لكن أنا بغيت أكون داخل في الغابة وجيت فصل الشتاء أوه ماذا يحدث ورائي؟ شفت واحد من الفنانين في الغابة قاعد يعبر عن إبداعه وحسيت أن الحركة جداً نطيفة وبعدين كملت استكشافي في الغابة الشيء الحلو في هذه المشيات إن أفجأة نلاقي أماكن يعني ما تقطر على البال مثل هذا Little Cafe Original Tea Hot من 1930 الآن نكمل على Conant Water المكان اللي كنا فيه كان High Beach يا حليل هوميكلاب هيا يا بنا وهذه البحيرة شوفوا قدوة كبيرة وصراحة ممر تجيب الراحة النفسية لما الواحد يمشي بين الطبيعة وفي زي ما تشوفون الوزات والبطات وفي بجعة واحدة بس وشوفوا هالبجعة الشريرة وش قاعد تسوي بتقرب للوزة ومسكينة تدفها طالعوا كيف حاطت جوبها ودوب الوزة المسكينة شوفوا أنواع الطيور الموجودة أول مرة أشوفهم هذي الطيور جدا جميلة سبحان الله يقولكم الأبينغ فوريست صرا مرة كبيرة يعني كل هذي تقدرون يعني ساعات تقدرون هنا هذا المنطقة اللي بديني منها لاوتن ومشينا داخل 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 لين ما وصلنا إلى هذه البحيرة وصارنا قاعدين نمشي تقريبا بين ثلاثة إلى أربع ساعات أحين احنا هنا وبنتبع النقاط الحمرة تحت وبنشوف الكون الالزابيث هونتنج لاج وبعدين بننزل لين المحطة اللي هي تشينكفرد ولا تنسون جيبون معاكم موجبات خفيفة عشان لما تعبون تاكلونهم هذي الهونتنج لاج وصلنا المحطة وهذا يومنا خلصنا وصلنا إلى محطة تشينكفرد وبناخل القطار وبنرجع إلى لندن إن شاء الله أعجبكم الفيديو ولا تنسون تومون لايك وسبسكرايب وإن شاء الله أجوكم مرة الجاية أعطوني رأيكم صحة